في الحقيقة أنا عايز أقول لكم حاجة بس بمناسبة الكلام اللي حضركم قلتوه وجودنا في هذا الأمر هو اللي بيخليني أحس بإن أنا بعبود ربنا سبحانه وتعالى في هذا البلنامج إن احنا موجودين مع بعض وإن أنا أحس إن انتوا بتسمعوني وإن أحس إن الكلام اللي بتبزل فيه مجود ده وصل لأهله ووصل لأحبابه فشكراً إن انتوا بتبعتولي الرسائل دي وشكراً إن والدة حضرتك حريصة على ده عشان إحنا الاتنين نكون في هذا المجلس مجالس العلم يعني أنا دايماً بقول إن مجلس العلم اللي إحنا فيه ده مش هيبقى بإن عمر يوعده قدام الكاميرا بس لكن كمان إن فيه حد يشوفه كمان فعشان كده إنتوا جزء أساسي في مجلس العلم اللي إحنا فيه ده وجزاكم الله خيراً زي ما التلميذ والشيخ مهمين في مجلس العلم كذلك إحنا هنا مهمين كلنا كلنا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب عشان يبقى المجلس ده مجلس علم بتحفوا الملائكة وتخشاهوا الرحمة ويذكروا إن الله سبحانه وتعالى فيما عندنا أما بقى الكلام مع والدة حضرتك الكريمة العزيزة اللي أنا لو سمحت لي أطلب منها إن هي تدعيدي أنا لو سمحت بقول لي والدتك يدعيلي لأن أنت في حال قرب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى عندما دايماً كانوا علمونا كده مشيخنا عندما تتنازل للشدائد فاعلم أن اللطفة قد غمر المكان لما تيجي شدة تنزل فاللطف غمر المكان فانت غرقى في اللطفة الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر